دكتورة داليا فريد استشاري امراض النساء والتوليد بنتكلم دلوقتي عن متابعة الحمل هل كل سيدة لازم تروح تعمل متابعة حمل طب ايه اهمية ان انا اروح كل اسبوعين او كل ثلاثة او كل شهر للدكتور ويعمل اشعار تلفزيونية على الجنين ويبص عليه ويطمن ويشوف طب ما انا البيبي حاسة به او انا عارفة ان البيبي ده كويس انا ما عنديش امراض ما عنديش حد في العيلة عنده امراض ما عنديش حد من اخواتي جاله امراض قبل كده فبالتالي انا كويسة لا الموضوع متابعة الحمل هو ليست شيء روتيني او عادي لده حاجة لازم تتعامل متابعة دورية للجنين لاختلاف القياسات لكل جنين عن الاخر والاختلاف كل سيدة عن الاخرى والاختلاف الحالات المرضية اللي ممكن تطرق اثناء فترة الحمل لازم متابعة قياسات الجنين سواء محيط الرأس محيط البطن عظمة الفخت كل دي قياسات لازم تتكون متنسبة كمية الماء حوالين الجنين حركة الجنين كمية تضفق الدم في الحبل السوري للجنين كل ده بيأثر جدا على نمو الجنين صحيا وعقليا ودينيا بكافة الاشكال المتابعة دي بتختلف فترة المتابعة بتاعتها من اسبوعين ثلاثة اسابيع او شهر على حسب الوضع الحمل او الوضع الصحي للجنين وزن الجنين كمان بيختلف من فترة الاخرى وده لازم متابعته علشان ما نفجئش بحاجات ممكن نتصدم فيها في الاخر لما بنسمع نقول ده الحجم الجنين صغير جدا على السن الجنين اللي هو موجود فيه دلوقتي او الجنين كبير او المية حواليه كتيرة كل دوت بيظهر كويس قوي معينا في المتابعة اللي لازم كل سيدة وكل حديثة الزواج تهتم بيها وتعملها علشان ما نتعرضش لأي اصابة في أي جنين بتحزننا جميعا وبتخلينا متأثرين سواء الطبيب فعلا او الام اللي بتفاجأ ان في احداث كتيرة حصلت للطفل بتاعها بدون ما تكون متابعين فانا بنصح كل ام كل ام جديدة في الحمل او ام عندها حمل متكرر ما تقولش لأ خلاص ده مش اول حمل لي انا عارف انا بتابع على طول قبل كده ولا دي كويسين لأ اول حمل زي تاني حمل زي تالت حمل لازم الاهتمام بيه ومتابعته متابعة نمو الجنين متابعة المية لحوالي الجنين كمية تدفق الدم للجنين يا ريد كل ام تهتمي بالنقطة دي عشان نحصل على اطفال اصحاء وام سعيدة بتفلع شكرا اشتركوا في القناة